لم يكن تحذيراً بقدر ما هو تهديد قطعي التنفيذ هذا ما غرّد به ترامب تعليقاً على محاولة ميليشيات الحشد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد فكان الثمن رأس أفعى المشروع الإيراني مع أهم أذرعه في العراق قاسم سليماني ومعه أبو مهد المهندس هي الطائرات نفسها التي كانت تضلل سليماني والمهندس وهما يقودان معركة الإبادة ضد العراقيين بذريعة الحرب على تنظيم الدولة تقتلهما اليوم في غارة في بغداد لم يتوقع الرجلان أبداً هذه النهاية ميتة على يد الداعم أو الحليف غير المباشر في سنوات التخادم وتقاسم المصالح لا أحلف تدوم ولا عدوات تبقى عندما يصبح من الصعب الموازنة بين مصالح الدول الطامعة في منطقة ما تأزم الوضع أكثر بين إيران وأمريكا الحليفتين باحتلال العراق وظهرت هذه الأزمة على شكل استهدافات متكررة لميليشيات الحشد كان آخرها استهداف ميليشيا حزب الله في القائم لكن قتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس يعد نقلة نوعية في صراع النفوذ بين واشنطن وطهران وينبئ بمرحلة قادمة ستشهد تصادماً دموياً للمتخاصمين ساحته للأسف الأرض العربية ليس في العراق فحسب بل في سوريا ولبنان ومنطقة الخليج العربي بغض النظر عن الهدف الأمريكي من قتل سليماني فإن البعض وصفه بخبر الانتقام لمئات الآلاف من المشردين النازحين وأهالي المعتقلين والمخفيين والثكالة والأرامل في العراق وسوريا الذين عاشوا ويلات الحرب التي يديرها قاسم سليماني لإتمام مشروع خامنة التوسعي استهل عام 2020 بأكبر ضربة تلقتها إيران منذ الحرب العراقية الإيرانية لتبعث تفاؤلا حذرا بنهاية عصر الهيمنة الإيرانية وإن كان هذا لن يتم إلا بمرحلة عسيرة تكوى المنطقة بنيران لهيبها